اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية جالي عتاب بسيط من احد الاخوة اطباء العلاج الطبيعي زملائنا الافاضل بيقول لي يا دكتور محمد انت بعد ما بتعمل الحقن والتردد الحراري بتقول للمرضى ما تعملوش علاق طبيعي تمام فانت ليه بتهمل دور العلاج الطبيعي او ليه انت مش مقتنع بدور العلاج الطبيعي لكن مش دي الحقيقة بصراحة هو المفروض ان احنا بعد ما بنعمل الحقن والتردد الحراري ان المريض بيروح لدكتور علاق طبيعي فاهم يعني ايه انه عمل الحقن والتردد الحراري وفاهم انه هو مفروض يعني يشوف ايه العضلة الضعيفة يقويها ايه الحاجات اللي يعملها الكلام ده لكن للأسف احنا ما عندناش الثقافة دي في بلدنا العربية فممكن ان ايه فانا بقوله المريض مش بقوله العلاج الطبيعي مش مفيد لكن العلاج الطبيعي انا ببقى خايف من ايه وهو حيروح لدكتور علاج طبيعي لازم يروح لدكتور علاج طبيعي جنب البيت بتاعه فلو هو جاي من السفر أنا معرفش دكتور علاج الطبيعي معرفش دكتور علاج الطبيعي عنده الثقافة بتاعت انه ده فاهم ان ده عمل حقنا او تردد حراج فبقوله بلاش تعمل علاج الطبيعي من باب الاحتياط علشان ما يحصلش اي مشكلة لكن لو فيه دكتور علاج طبيعي يفاهم القصة دي حنتعامل مع بعض فيه نطاق معين فهو مش غلط لكن انا بخاف ان المريض يروح لدكتور يعمل له علاج طبيعي هو مش فاهم انه هو عمل حقن وتردد حراري فيبوز الدنيا فيبتدي القلم يزيد فييفسد علينا الحقن والتردد الحراري فببقى خايف من النتائج دي لكن العلاج الطبيعي حد ذاته مش ممنوع بعد الحقن والتردد فحنخلي عندنا قاعدة كده المريض لو انت عندك دكتور علاج طبيعي ثقة انت بتثق فيه روح له مفيش اي مشكلة خالص انك تروح لدكتور العلاج الطبيعي دوت بس فاهمه انك عمل حقن والتردد حراري فالمريض حيقول لي طب انا حعرف ازاي انا ماشي صح في الجلسات دي ولا غلط والله طول ما انت ماشي في الجلسات والقلم بتاعك بيتحسن خلاص كمل الجلسات بتاعتك لو القلم بتاعك ما بيتحسنش او بيزيد وقف الجلسات مباشرة يبقى الفكرة مش ان العلاج الطبيعي ممنوع بعد الحقن والتردد لكن الفكرة هو نلاقي دكتور علاج طبيعي يبقى فاهم ايه معنى الحقن والتردد فيساعدك بعد الحقن والتردد يزود التحسن مش يفسد علينا الحقن والتردد اتمنى تكون الفكرة وصلت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة